يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا للمؤمن لكم قد نبأنا الله من أقبالكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفذكم بما قلنكم تعملون سيحلقون بالله لكم إذا انخلقتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رسوا ومراءهم جهنم جزاءا بما كانوا يكذبون يحلقون لهم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتقين الأعراب أشد كفرهم نفاقهم أجدروا أن لا يعلموا قد ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يستخذ ما ينفق مغربا ويترفت بكم الدوائر عليهم دائرة السوق والله سبيم عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويترفض ما ينفق قربات عند الله وطلقات الرسول ألا إنها قربة لهم سيذفدهم الله في رحمته إن قال غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاددين والأمقال والذين السبعوا بأستاني رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم وأعدلهم جنات من تجري تحتها الأنهار وقالدين فيها ذلك السوق العظيم ومن من حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن عليهم سنعزبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم والسابقون الأولون من المهاددين والأمقال والذين السبعوا بأستاني رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات من تجري تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا ذلك القوض العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن عليهم سنعزبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا خالدا وآخر سيئا أتوا الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن خلافك سفن لهم الله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يخذب توبة عن عباده ويخذ الصدقات وأن الله هو التوغى الرحيم وقل يعملوا فسير الله رعا لكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفلتم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعزبهم وإما يتوب عليهم الله عليم حكيم هو الذين اتقذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتبريغا بين المبينين ويصوذا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحنفن إن أردنا إلا الفسنا والله يشهد منه لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أستث على التقوى من أولي يوم أن أحف أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المصطهرين أفمن أستث بنيانه على تقوى من الله ورضاهم خير أمن أستث بنيانه على شفاجه في نار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يتال بنيانهم الذي بنوبيب تنفي قلوبهم إلا أن تفطع قلوبهم الله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من الظالم فاستفشروا ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو الفوت العظيم التهائبون العابدون الحامدون الثالثون الرافعون الثالثون ثامرون بالمعروف والناقون عن المنكر والآفضون لفدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين له أنه أبحاؤ الجحيم وما كان استغفار إبراه من يبيه إلا عن موعدة وعلى آقيا فلما تبين له أنه عدو لله سبب وأمن إن إبراه من الأورواء حليم وما كان الله ليظل قوما بعد إذها لهم أتى يبين لهم ما يستغفون إن الله بكل شيء عليم إن الله له من التستماعات والأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير لقد يحيي ويبيت وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنقال الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كان يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه به رغوص رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضابت عليهم الأرض بما رحضت وضابت عليهم أن تكون وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليكونوا إن الله هو الثواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقوى وقوموا مع الصادقين ما كان لنهر المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلتوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن النفس ذلك بأنهم لا يطيئوا غمهم ولا نصب ولا مخمط في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا يضيذوا الكفار ولا ينادون من عدو بالنيلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضير رجع الممكنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطعون غاديا إلا كتب لهم ليزيئهم المرحة لما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منه القائفة ليتفقروا في الدين وليصدروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أُنزلت سورة لغرباتهم إلى بعض أجراتهم من عحد ثم انفرقوا صرف الله ظنوبهم بأنهم قوم لا يضطرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عديد عليه ما عليكم عديد عليكم بالمؤمنين غروف رقيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو أجيب توكلت وهو رب العبش العظيم ألف لها مراتل فآيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لو قد مفضل عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسائر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يبدوهون ثم استوى على العرش يذبر الأمر ألف لها مراتل كآيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم قصر عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسائر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلك الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو القلب ثم يعينه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالصفر والذين ففروا لهم شراب من حميم وعداب أليم بما كان يفرون هو الذي جعل الشم تضيارهم والقمر نورا وقد دروا منازل لتعلم عدد السمين والكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يصفر الآيات لقوم يوالمون إن في اختلاف اللير والنهار وما خلق الله في السماء والأرض الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يردون لقواءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمعنوا بها والذين أوم عن آياتنا غاتلون أولئك مرواهم النار بما كانوا يفرون لا جرمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدهم ربهم بإيمان تدري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر فجعلهم بالخير لقوضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يردون لقراءنا في صغيانهم يعمرون وإذا مس الإنسان الضبعانا لجنبه أو قاعدا أو قانما فلما كشفنا عنه قرره مرا كأنم يدعونا إلى غصر مصد كذلك الضيين للمسلفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا إِنْ أَسْتَبِعُ لِلَّهَ أَيُّهُ حَا إِلَيْكَ إِنِّي أَخَاطِيْنَا سَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْمَا اللَّهُ مَا تَلَوْزُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأْقَلَكُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ كِي مَا فِيهِ يَتْلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِرَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّا مَا الغَيُّوا لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي معَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا الْنَاقَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّهَ أَمَسَّكُمْ إِذَا لَهُمْ مَقُمْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ مَسْرَعُ مَقْرَانِ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنْفُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْكُمْ فِي الْقُلْفِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِذِينٍ صَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ ثَارِيْحٌ عَاصِبٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْلُومِ كُلِّ مَكْانِ وَجَاءَهُمُ وَإِذَا أَذَقْنَا فَرَحْمَةً مِنْبَعْدِ وَالْبَحْرِ أَمَثَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَقْرُمْ فِي آلَابِنَا قُلِ اللَّهُمْ أَسْرَعُ مَقْرَى إِنَّ رُسْلَنَا يَفْتُقُونَ مَا تَنْفُرُونَ هوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِلِيْحٍ طَيْبَةٍ وَفَرِعُوا بِهَا جَاءَ تَارِيعُ عَاطِقُوا وَجَاءَهُ الْمَوْرُومِ مِنْ كُلِّ مَكَالٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ دَعَهُوا اللَّهَ وَقِصِينَ لَقُسِينَ لَيْنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ نَقُولَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَلْفِ فَلَمَّا أَنْجَعُوا إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِيَرْضِ بِغْرِيْهِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْكُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّلُكُمْ بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَتَرُوا الحياةِ الدُّنْيَا كَمَانِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَخْلَطَ بِهِ نَبَاتِ خَاضِ مِمَّا يَأْكُلُ الْنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ حتى إِذَا أَطَدَتِ الْأَرْضُ وَالْزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْهُنَا لَيْلًا أَوْنَآهَا فَجَعَلْنَاهَا أَعْضِيذًا لِكَأَنْ لَمْتَرْنَ بِالْأَمْرِ كَذَلِكَ مُفَصْرُ الْآيَاكِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَرْرُو إِلَى ذَالِ الثَّلَامِ وَيَعْضِي مَنْ يَشَعَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْأُسْنَى وَالْزِيَادَةِ وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَنَا ذِلَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَةِ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ بِمِصْرِهَا وَصَحَقُمْ ذِلَّهِ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِالْعَاطِمِ كَأَنَّمَا أُشْيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُسْلِمَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَيَوْمًا عَشْرُونَ جَمِيعًا ثم نقول للهين أشربوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتني يا ناس عبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم انتمنا عن زبادة كل رابين ونالك تغلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وغلى عنهم ما كانوا يكثرون قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الزَّمَارِ وَالْأَرْضِ هَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَصْوَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّسِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّسَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُذَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَكْتَقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْلَ الْحَقِّ إِلَّا وَلَا لُفْأَنَّا تُتْرَقُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَتَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَبْدَغُ الْقَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَغُ الْقَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُتْفَقُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَهْدِيهِ الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِيهِ لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِيهِ الْحَقِّ أَعْقُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا لَا يَهِدِّيهِ إِلَّا أَنْ يُؤْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتْبِعُ أَفْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُؤْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَدُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يَسْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْرِيخَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَصْرِيلَ الْكِتَابِ لَا غَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْبِهِ وَالْعُومَ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَمْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِقَةً الظَّالِهِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبْكُ أَعْلَمُ بِالْقِبِينَ وَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْؤُونَ مَا أَعْمَلُ وَأَنًا بَرِيْءٌ مِنْمَا تَعْمِلُونَ ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليه أفأنت تاتي العمي ولو كانوا لا يسترون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد قطر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مستدين وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتغفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يحلهم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالطبر لا يظلمهم ويقولون متى هذا الواق إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ظمر ولا نفعن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة هم لا يستردمون قل أرأيت منتاكم عذابه فيات أو نعارا ما لا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا هو عذاب القل هل تجزون إلا بما كنتم تكتبون ويستنبئون فأحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنكم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأثروا النظامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالغسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله أقوم ولكن أصرهم لا يعلمون هو يحيي وينيت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم وعظكم من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقومين وهدى ورحمة للمبينين قل بقول الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنهر الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفسرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يجكرون وما تقوم في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا يستفيدون فيه وما يعزو عن ربك من مطال غرة في الأرض ولا في السماء ولا أغفر من ذلك ولا أغفر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا أم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الخوف العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركات إن يتبعون إلا ون وإنهم إلا يفرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار سران إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا استخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وإن الذين يسترون على الله الكذب لا يفردون مدعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفرون واتلوا عليه النبأ نوح إذ قال لقومي إياكم إن كان قبر عليكم مقامي وذسيدي بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم واشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الكلك وجعلناه القلائف وأخفنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاطبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهوا من بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نسبعوا على قلوب متدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملده بآياتنا فستبروا وكانوا قومهم مجرمين فلما جاءهم الحق من جنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للعقل لما جاءكم أسحر هذا ولا يفرس الساحرون قالوا أجدنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمبين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيضله إن الله لا يصلح عمل المسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو فرها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذوية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المفسدين وقال موسى يا قوم كنتم آبحت بالله فعليه توكلوا من كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا كتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تموعا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم سلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه بينة أمضالا في الحياة الدنيا فربنا ليضلوا عن سبيلهم ربنا اثمت على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يفنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد وجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستمعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنودهم بضيهم عدوى حتى إذا أقرأوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به فالنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقلع سيت قبض وكنت من المفسدين فاليوما ننجيك ببذلك لتكون لمن قلبك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ سبط ورزقناهم من الصيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يصي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ سبط ورزقناهم من الصيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يصي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يعدلهم وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسهل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تقولن من المنترين ولا تقولن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاتلين إن الذين حقم عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يراؤوا العذاب الأليم فلولا كانت قرجة آمنت فنفع لا إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشكنا عنه عذاب القزي في حياة الدنيا ومستعناه إلا حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تقرير الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفع أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا فتا على الذين لا يعطلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا من قبلهم قل فانتظروا بالني معكم المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له منذ السماوات والأرض لا إله إلا هو يسميه ويريد فآمنوا بالله ورسول النبي الهمي الذي يؤمن بالله وكلماته قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقم وجقل الديني حنيفا ولا تكون أنا من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يروحك فإن فعلتك إنك إذا من الظالمين وإن يمسس الله بطرق فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بقير فلا عاد لفوله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور رعين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتلا فإنما يحسده لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنسى عليهم بوكير واتبع ما يوحى إليك وفح حتى يحسن الله وهو خير الحاكمين ألف لآم را كتاب محكمة آيات وصف لكم لكم حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن يستقروا ربكم ثم اتوقوا إليه يمسعكم متاع أثنى إلى أجل وثمه ويفتقوا الذي فضل من فضل وإن تولوا فإني أقاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسرون صدورهم ليستقوا من ألا إن يستقشون فيامهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليهم بذات الصدور ترجمة نانسي قنقر